بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم مع بشرة أمل في هذه الحصة إن شاء الله لدينا نصفهم المنطق حصالة بسام لسنة الخامسة ابتدائي إذن أولا سنقرأ والنصف فاستمعوا جيدا حصالة بسام فكر بسام جيدا بمبلغ المصروف اليومي الذي يقبضه من والده وفي الأخير قرر أن ينفق نصفه لشراء ما يحتاجه أما النصف الآخر فقد حرص على ادخاره في حصالته مضت أشهر دون أن يفتح بسام الحصالة فهو لا يحتاج إلى المبلغ وذات يوم قرر أبو بسام أن يستبتل جهاز التلفاز القديم بآخر جديد فرح بسام لقرار والده لكنه وجده حائرا وهو يقول لزوجته يا أم بسام إن المبلغ الذي بحوزتي لا يكفي لشراء تلفاز جديد أسرع بسام إلى غرفته ثم عاد حاملا سندوق التوفير ووضعه أمام والده وهو يقول خذ هذه النقود ليكتمل المبلغ لديك يا أبي انتهش والداه وسألاه متعجبين من أين لك هذا؟ لقد وفرته من مصروفي الخاص على مدى الشهور السابقة وها قد حان وقت استعماله فرح أبو بسام برجاحة عقل ابنه وحسن تدبيره وأخذ جزءا كافيا من المبلغ الموجود في الحصالة على أن يعيده لابنه في أقرب الآجالي الآن لدينا الجزء الثاني من الحصة بعد قراءة النص طبعا يقال خبي القرش الأبيض لليوم الأسود كيف ينطبق هذا المثل مع النص الذي سمعته؟ هنا نقول القرش الأبيض يعني هنا نتكلم عن النقود أو المال هنا إذن وفر بسام النقود عندما كان في حالة يسر فوجدها يوم الحاجة وهذا ما ينطبق عليه المثل خبي القرش الأبيض لليوم الأسود ثانيا الآن لماذا بدت علامات التعجب على وجهي الأم والأب؟ عندما أحذر بسام الحصال لوالده هنا اندهش والداه الأم والأب وسألاه متعجبين من أين لك هذا؟ تسألا من أين لبسام بهذا المبلغ؟ إذن هذا فيما يخص الجزء الثاني إذن الآن لدينا الجزء الأخير وطلب مننا عبر عن المشهد مذكرا زملائك بفوائد الإدخار وعدم الإسراف والتبذير مستشيدا بآية كريمة أو حديث شريف إذن ماذا نشاهد هنا؟ في السورة الأولى هنا نشاهد بسام وهو يدخر نصف المال الذي تحصل عليه من والده في الحصال جيد هنا بسام أحذر الحصال لأبيه لشراء التلفاز الجديد نلاحظ أيضا أن علامات التعجب بادية على وجهي الأم والأب بهذا الموقف طبعا علمنا بسام دروسا كثيرة ومن هذه الدروس لدينا بر الوالدين والإحسان إليهما أيضا الإدخار وعدم الإسراف إذن هذا فيما يخص الجزء الأخير هنا تكون خلاص تمعانا حصة اليوم دمتم السالمين وفي لعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته